موسيقى تعرض اليمن للعديد من الأعاصير والعواصف المدارية التي ضربت أجزاء منه في السنوات الأخيرة مخلفة أضرارا بشرية ومادية لا يزال بعضها دون معالجات حتى اليوم في نوفمبر من العام 2015 ضرب إعصار من الدرجة الرابعة أرخبيل سقطرة وسميت شابالة تسبب الإعصار في مقتل خمسة أشخاص بينهم طفلان وإصابة أكثر من ثلاثين في الأرخبيل ونزوح أكثر من ألفي أسرة من مساكنهم ووصل الإعصار محافظتي حضر موت وشبوى مخلفا أضرارا بشرية ومادية في الأرواح والممتلكات كما أدت السيول الجارفة إلى إتلاف الكثير من المحاصيل الزراعية ونفوق أعداد ضخمة من الحيوانات بعد أسبوع من إعصار تشابالة ضرب إعصار ميت جزيرة سقطرة وتسبب في مقتل شخصين وإصابة العشرات وخلف أضرارا كبيرة في البنية التحتية كما تسبب بتهدم أكثر من ثلاثة آلاف منزل وتجاوز عدد النازحين عشرة آلاف في مايو من العام 2018 ضرب إعصار مكونو أرخبيل سقطرة كثالث إعصار بعد شابالة وميج وبلغ عدد المفقودين تسعة عشر وأكثر من خمسمائة أسرة نازحة جراء تداعيات الإعصار وخلف أضرارا كبيرة في البنية التحتية وتهدم للمنازل وأعلنت سلطات محلية محافظة أرخبيل سقطرة منطقة منكوبة في أكتوبر من العام 2018 تشكل إعصار في البحر العربي وأطلقت عليه سلطنة عمان لبان نسبة لشجرة اللبان التاريخية وصنف الإعصار من الدرجة الأولى وتحرك باتجاه محافظة المهرة متسببا بأضرار بشرية ومادية وسيول جارفة ما جعل السلطات المحلية تعلن المهرة منطقة منكوبة وتم إجلاء أكثر من أربعمائة أسرة من منازلها إلى المدارس والمنشآت الحكومية ترجمة نانسي قنقر